اختتم المنتخب الجزائري لكرة القدم التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2016 بالقابون بمشوار أقل ما يوصف بالمشرف حيث تمكن رفقاء الحارس بولح من تحقيق خمس انتصارات وتعادل واحد حصد فيهم الخضر 16 نقطة واحتل الخضر الصدار كأحسن هجوم في إفريقيا وبرسيد 25 هدفا كما فاز رفقاء المتألق محرز بأثقل نتيجة في التصفيات أمام منتخب إثيوبيا بسبعة أهداف لهدف واحد وأنهى مهاجم دين عموزا قراب الكرواتي إلى العرب سوداني التصفيات كأحسن هدف برسيد سبعة أهداف كاملة المنتخب الوطني استهل مشواره في التصفيات يوم الثالث عشر جوان أمام منتخب السيشل في مباراة فاز فيها بربعية كاملة وفي السادس من سبتمبر 2015 واجهت كتيبة الخضر منتخب لزوتو وفازت عليه بثلاث أهداف لهدف واحد قبل أن يمطر شباك منتخب إثيوبيا بسباعية كاملة في مباراة الذهاب ويتعادل هناك في مدينة أديسابيبا موعد السيشل عاد فيه الخضر إلى الانتصارات وحاقق فوزا أمام السيشل بهدفين وهو الفوز الذي رسم تأهل أشبال المدير برايفوتس إلى كأس أمم إفريقيا إلا أن التأهل لم يمنع رفق سوداني من تسجيل سوداسية كاملة في آخر مباراة أمام لزوتو هو مشوار أقل ما يقال عنه أنه جيد بعد تحقيق التأهل إلى الكان بجادرة واستحقاق ليبقى رهان المنتخب الوطني هو تخطي المجموعة التي سميت بمجموعة الموت وبلوغ مونديال روسيا